وخاصة أن النموذج السائد دلوقتي عنده خمس أفكار أو عنده فكرة بتشمل خمس حاجات خطر جداً جداً على أولادنا بتقول إيه الحكاية دي؟ بتقول إن إحنا عايزين نخلص عندهم حاجة اسمها الـ Five Ends النهايات الخمسة فيه خمس حاجات عايزين نتخلص منها عايزين نتخلص من اللغة عايزين نتخلص من الثقافة عايزين نتخلص من الدين عايزين نتخلص من الأسرة عايزين نتخلص من الدولة فبالتالي مراهق لما بيتعرض للأفكار دي هو مش واخد باله لكن فيه أشياء مبطنة في داخل هذه الأشياء فلما مثلا يجي يقول له خليك حر ما تلتزمش بأي معايير أخلاقية المعايير الأخلاقية دي بيعملوها الناس اللي هم في الحقيقة الناس اللي هم ضعاف بيحاولوا يكتبوا على نفسهم إن اللي التزموا بالأخلاق ده بيخليهم سعداء بس هو في الحقيقة الأخلاق مش هاي اللي بتسعد الإنسان اللي بيسعد الإنسان إن هو يحصل على اللي هو عايزه فخليك حر ويحصل على اللذة اللي انت عايزه وما حدش مسؤول عنك ولا حد من حقه إن هو يحسبك أنت إنسان حر فتعمل اللي انت عايزه فيفهم الحرية بطريقة مخطئة فيمارس المعصية على إن ده ممارسة عشان يقدر يجرب حياته وخاصة إن النموذج ده عمل حاجة سخيفة جدا جدا بتخلي الأولاد في بعض الأحيين يبقى عندهم عشق إن إحنا نبتدي بالغلط ثم نروح نشوف الصح إن هو فيروس مفهوم التجربة يعني إيه فيروس مفهوم التجربة بقى مفهوم التجربة إن أنا أجرب كل حاجة حتى لو كانت غلط إيه ده فبقى مفهوم التجربة مفهوم بيعود الإنسان على إنه يقع في الخطأ مع إن التجربة هي تجربة في الطريق الصواب في الطريق الصحيح وعشان كده إحنا بقول لكم لازم أقول لكم الكلام اللي حصل عند أولادنا عشان تعرفوا إحنا بنتعامل مع أفكار شكلها إيه ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بي دايما بيراعي مع الناس اللي في السن ده يعني لما تشوف سن سيدنا أنس لما راح خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العاشرة فيقول لم يقل لي شيء فعلته لما فعلته وللي شيء تركته لما تركته ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابعه ودائما يغذيه بالمعاني الصحيح فسن المراهقة ده بطبيعة الحال هو سن الاكتشاف وللأسف معكون سن الاكتشاف الفيروس بمفهوم أن أنت اكتشف أي حاجة حتى لو تكتشف الخطأ يبقى احنا في العقود الأخيرة لازم نتعامل مع أن المعرفة اللي بتحصل لدى الأولاد بتحصل بتجربة بس بالتجربة اللي هي مش في التجاه الوصول إلى المعرفة أو إلى الحقيقة لكن التجربة بشكل عام أي حاجة نجربها حتى لو كانت اللي احنا بنجربه دوت أن احنا نمسك الجمر على أنه يمكن يطلع تمر فإيه اللي يحصل فممكن نجرب حاجة ممكن توصلنا إلى شيء صعب وشيء خطر علينا وعشان كده احنا لازم نهتم جدا جدا لازم احنا كأهل مش لازم الأهل دايما يتخضوا من الاكتشاف الأولاد أنهم وقعوا في خطأ لكن لازم يحاولوا يربوهم بشكل صحيح وخاصة لو احنا عارفين أن التربية حاجة صناعة ثقيلة محتاجة وقت وصبر وجهد وتعلم وإحنا نفسنا محتاجين نجرب ونتعلم فعشان كده مفيش حاجة بتتم بشكل فوري أنت لازم تشيبي الكلام ده دلوقتي أنا لازم أقعد وأعرف إيه ده وفعه في الأمر ده ونجي منين السبب اللي هو أدمن المعصية دي ونحاول نضع خطة في الغالب اللي يدمن معصية لازم نحتاج خطة عشان يقلع عليها ولازم احنا نساعده عشان كده احنا محتاجين نعلم أولادنا القيم فنعلمهم ونخليهم دايما يشوفوا الجمال ويعرفوا عشان لما يشوفوا القبيح يقدروا يرفضوه يرفضوه من نفسهم إذن الحل بالمعرفة اللي بتؤدي للوعي والحكمة إن احنا دايما لازم نكون حريصين إن احنا نعلم أولادنا ونوصلهم إلى المعرفة اللي بتوصلهم للحكمة وده اللي بيحصن أولادنا وبيخليهم يرجعوا للفطرة السليمة اللي مبنية على المحبة والرحمة والخير والجمال ويخليهم يحبوا الطاعة ويبعدوا عن المعصية وعشان كده تعالوا نقول شوية إجراءات لربنا سبحانه وتعالى وضعهم مش أقول في ابتلاء ولا في اختبار لكن ربنا وضعهم في فرصة إن هم ينضجوا ويتوروا نفسهم مع أولادهم اللي أولادهم أدمنوا المعصية